متابعة لتشييع الشهيد الفتى مصطبفى صباح في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وينضم إلينا من الخليل رائد الشريف مراسل الغد لو تنقل لنا الصورة رائد لديك نتواجد في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وهي مسقط رأس الشهيد مصطفى صباح 16 عاما الذي استشل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي رصاصة في منطقة الصدر ومباشرة أعلن الأطباء عن استشهاده كانت هناك مواجهات الآن يتم تشيع جثمان الشهيد أو الصلاة عليه في المسجد وبعد ذلك موارات الثراء في مقبرة الشهداء هذه جماهير فلسطينية تشارك في عملية التشييع في هذه الأثناء وكذلك يستعد المواطنون الفلسطينيون لأداء صلاة الظهر وصلاة الجنازة كذلك وبعدها توجه مباشرة إلى مقبرة الشهداء هنا في بلدة تقوع لدفن جثمان الشهيد وموارات الثراء من المتوقع أن تندلع مواجهات في هذه المنطقة تحديدا عند المداخل الشمالية لمدينة أو لبلدة تقوع وكذلك عند المدخل الغربي أو حتى في مناطق مختلفة خاصة أن هذه القرية هي محاصرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وعليها بوابات حديدية بالأمس كانت هناك مواجهات استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي حتى بعد عملية استشهاد الفتى مصطفى الصباح الآن يتم أداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الصباح وعلى ما يبدو بعد صلاة الجنازة مباشرة هذه الجماهير ستتوجه إلى مقبرة الشهداء هنا في بلدة تقوع لدفن جثمان الشهيد الصباح دعيني فقط أشير كاترين إلى أن الجماهير غفيرة جدا يعني هناك مجموعة من الفلسطينيين حتى على طول الشارع الذي نصوره الآن بعد دقيقة تقريبا سيحمل جثمان الشهيد الصباح 16 عاما على أكتاف وأكف الفلسطينيين هنا في بلدة تقوع باتجاه مقبرة الشهداء وبكل تأكيد كاميرا قناة الغد سترصد هذه الجنازة وسترصد عملية توجه هذه الجماهير إلى مقبرة الشهداء وبعد ذلك لمواراة أثرها بالنسبة للشهيد مصطفى الصباح وبالتالي نحن سنتابع معكم ولكن كما ذكرت ربما في أي اللحظة تندلع مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي تتحرك الجنازة في هذه الأثناء ونحن بانتظار خروج جثمان الشهيد مصطفى 16 عاما الآن طبعا سيخرج الشهيد محمولا على الأكتاف باتجاه مقبرة الشهداء وستكمالا لهذه الجنازة حيث ما زلنا نتابع نحن وإياكم على الهواء مباشرة هذه التكبيرات التي تعلو في شوارع بلدة قوة نسمع الهتفات ونتابع هذا إذن هذه الصور مباشرة لعملية التشييع هذه هتفات فلسطينية تدعو إلى الوحدة الوطنية وكذلك تدعو إلى الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي الآن مصطفى الصباح يحمل على الأكتاف كما ذكرت يعني لو تذكرنا بظروف استشهاد الشاب مصطفى الصباح بالأمس بعد صلاة الجمعة دلعت مواجهات في منطقة تقوع الأثرية جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي وبدأ بإطلاقه بكثافة هذا أدى إلى إصابة مصطفى الصباح الفتاة ستة عشر عاما برصاصة في قلبه وخرجت هذه الرصاصة من ظهره حاولوا إسعافه في أحد المستوصفات هنا في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت الأحم لكنهم سرعان ما أعلنوا عن استشهاده نقل إلى مستشفى الحسين في مدينة بيت جالة في مدينة بيت الأحم وكان من المفترض أن يشيع جثمان يوم أمس ولكن العائلة أجلت ذلك إلى هذا اليوم وكانت حركة فتح ولجنة التنصيق الفصائلي أعلنت عن إضراب شامل في محافظة بيت الأحم ليس فقط هنا في بلدة تقوع وإنما هذا الإضراب يأتي حدادا على روح الشهيد مصطفى الصباح ستة عشر عاما الشهيد طبعا بعد ذلك اندلعت مواجهات في البلدة وقامت قوات الاحتلال بإغلاق المداخل المؤدية إلى بلدة تقوع سواء المدخل الشمالي أو حتى المدخل الغربي وهذا في سياسة يعني تنفيذ العقاب الجماعي على الفلسطينيين وهم دائما يدعون أنهم يحاولون يعني إبعاد الفلسطينيين عن الشوارع الالتفافية وبالتالي عملية إطلاق النار هنا تكون واضحة بالأمس استخدموا الرصاص الحي بكثافة وكان الاستهداف بشكل مباشر لفتية وكذلك لأطفال خاصة وأن مصطفى هو يبلغ من العمر الستة عشر عاما حتى لم يكمل عامه السادس عشر وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدموا قوة مفرطة في عملية استهداف الفلسطينيين والاعتداء عليهم كما جرى يوم أمس أو حتى خلال الأيام الماضية أذكرك كاترين قبل أشهر من الآن في بلدة تقوع في هذه البلدة استشهد طفل فلسطيني اسمه ريان توقف قلبه من الخوف عندما لاحقته قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كان عائدا من مدرسته وإذا بقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي تقوم بملاحقته حتى أن وصل إلى فناء منزله واستشهد أمام أعين والدته سقط مغشيا من الخوف هنا في بلدة تقوع وهذا كان قبل أشهر اليوم بلدة تقوع تشيع شهيدا جديدا وبيت لحم التي استشهد منها ثلاثة فلسطينيين منذ بداية عام 2023 عدد الشهداء الفلسطينيين بشكل عام منذ بداية العام 2023 ارتفع إلى مئة وأربعة شهداء مع الشهيد مصطفى الصباح مئة منهم من الضفة الغربية وكذلك تسعة عشر شهيدا هم دون سن الثامنة عشر من عمرهم أي أن هناك تسعة عشر شهيدا من الأطفال في الضفة الغربية وبالتالي هناك تصعيد واضح على جيش الاحتلال أو من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين هناك تصعيد واضح في عملية الاقتحامات والدخول إلى المدن والقرى والمخيمات ومازالت يعني قوات الاحتلال تمارس هذه السياسة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية حتى وإن كانت هذه المناطق هادئة نوعا ما مقارنة مع مناطق أخرى في شمال الضفة الغربية لو تحدثنا عن الخليل تحدثنا عن رمالة وبيت لحم وكذلك المدن التي تقع في وسط وفي جنوب الضفة الغربية تختلف اختلافا كليا عما يجري من حالة مغايرة في شمال الضفة الغربية لكن مع كل هذا كل يوم هناك استهداف كل يوم هناك اعتقالات كل يوم هناك اعتداءات وعملية إطلاق النار لا تتوقف وهذا ما حدث فعلا في بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم هذه البلدة المحاصرة بمستوطنات إسرائيلية عديدة فيها مستوطنات يعني مستوطنات أشهرها مستوطنة تيكواع والتي يسكن فيها أحد أبرز المتطرفين الإسرائيليين وهو أفغيدور ليبرمن وزير الخارجية الأسبق في حكومة الاحتلال واضح بأنه حتى عملية إغلاق البوابات الحديدية على الفلسطينيين حتى عملية الاستهداف من خلال إغلاق هذه الشوارع نرى أن المستوطنات كذلك تحيط بهذه البلدة سواء على شوارع 35 أو حتى شوارع 60 كما تسمى عند الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء كاترين يتم دفن الشهيد وتتم مواراة أثرة لمصطفى الصباح 16 عاما في مقبرة الشهداء ولكن أذكر مرة أخرى من المتوقع أن تندلع المواجهات في منطقة قريبة من هذا المكان خاصة عند الشوارع الالتفافية وربما إن اندلعت هذه المواجهات ستكون عنيفة لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح للفلسطينيين أن يتقدموا إلى الشوارع الالتفافية وبالتالي مجرد وصولهم إلى المنطقة التي تحدثت عنها قبل قليل سيبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي كما جرى يوم أمس وكانت صليات من الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين مما أدى إلى استشهاد مصطفى وإصابة أيضا عدد آخر من الفلسطينيين سواء بالرصاص الحي أو حتى بالرصاص المعدني والرصاص المططي أو حتى حالات الاختناق والإغماء التي تسببت فيها قنابل الغاز التي أطلقت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أشكرك من الخليل رائد الشريف مراسل الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر